كما هنأ رئيس البرلمان العربي عدل عسومي مصر رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يونيو 1952 المجيدة وأكد العسومي أن ثورة يوليو ستظل إحدى أهم الثورات الملهمة على مستوى العالم لافتا إلى أن البرلمان العربي بصفته ممثلا للشعب العربي الكبير فإنه ينظر إلى هذه الثورة المجيدة باعتبارها نموذجا فريدا لتكاتف وتعاضد الجيش مع الشعب حيث هبى الجيش المصري لحماية شعبه والذود عنه واستطاع أن يدشن حقبة جديدة في تاريخ النضال المصري